طبعاً الأحداث في قطاع غزة بتتطور بشكل كبير جداً مع سيطارة قوات الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح واللي طبعاً بكل تأكيد بينذر بكارثة إنسانية جديدة في حق الشعب الفلسطيني وبيعد انتهاج صريح للقانون الدولي الإنساني وتحدي واضح لإرادة المجتمع الدولي مبارح مصر أدانت بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية واللي أصفرت طبعاً عن سيطارة إسرائيلية على الجانب الفلسطيني من معبر رفح مصر اعتبرت أن هذا التصعيد الخطير يهدد حياة أكثر من مليون فلسطيني بيعتمد اعتماد أساسي على هذا المعبر باعتباره شريان الحياة الرئيسي لقطاع غزة والمنفذ الآمن لخروج الجرحة والمرضى لتلقي العلاج أيضاً لدخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في غزة كمان مصر دعت الجانب الإسرائيلي إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والابتعاد عن سياسة حافة الهوية ذات التأثير بعيد المدى واللي من شأنها أن تهدد مصير الجهود المبزولة للتوصل إلى هدنة مستدامة داخل قطاع غزة كمان مصر طلبت جميع الأطراف الدولية المؤثرة بالتدخل وممارسة الضغوط اللازمة لنزع فتيل الأزمة الرهنة وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية لتحقق نتائجها المرجوة وبالرغم من هذا التصعيد مصر بتواصل جهدها الكبيرة للوصول لهدنة شملة في قطاع غزة وينهاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر الماضي وفي هذا الإطار كشف مصدر مصري رفيع المستوى أن القاهرة بتستضيف اجتماعات بمشاركة وفود قطر بالوقات المتحدة وحماس لاستكمال المباحثات وأنه فيه توافق من كافة الأطراف للعودة إلى المصار التفاوضي خصوصا أنه مصر حذرت من تفاقم الوضع الإنساني المتردد في قطاع غزة